موسيقى كل مشاهدي ومتابعي السادسة أهلا وسهلا بكم ومعاكم نبدأ حلقة جديدة من النهاردة عنوانها طبعاً الأهم الأهلي ساندونز موقعات القاهرة 24 ساعة في منتهى الأهمية على كل المستويات مش بس في الملعب جمهور الأهلي في 24 ساعة اللي جاية دي ليه دور كبير وعليه عامل مهم جداً سواء في الدعم المعناوي للناس اللي مش هتقدر تروح تحضر المباراة في الأستاذ أو طبعاً اللعب رقم واحد جمهور الأهلي جماهير الأهلي اللي هتحضر بكامل ساعة أستاذ القاهرة بكرة إن شاء الله ويكون ليها دور كبير جداً في الحسم إحنا أبطال إفريقيا إحنا أسياد القارة وارد جداً وبتحصل الأهلي يكون لي كابوة هنا أو كابوة هناك لكن ده ما يعنيش أبداً إنه الأهلي مش البطل أو المرشح الأول دايماً لحصد كل الألقاء رهان عندي أنا شخصياً بكرة على الروح روح الفانيلا الحمرة اللي لو حضرت في الأستاذ ما فيش فريق يقدر يقف قدامنا على ما لعبنا ولا وسط جمهورنا ويسيبك من كل الكلام اللي تقال حطه في إطار الإشعاعات حطه في إطار حالة الهزان حطه زي ما تحطه وأغلبه الحقيقة مش صحيح كلام عن مشاكل وكلام عن خلافات وكلام على مرسل كولر وكلام على لعبة النادي الأهلي هم هم نفس اللعيبة هو هو نفس الجيل اللي يتعود دايماً على حصد الألقاء والبطولات غابت عننا الروح يمكن في البطولة دي لزرف بأدينا أو خارج عن إرادتنا لكن في النهاية نقدر نرجع وخصوصاً إنه النتيجة مش كبيرة وأنا بحس إنه لعبتنا فرقتنا اتعودت دايماً تطلع أفضل ما عندها في المواقف الصعبة ما بيزهرش معدن لعبت النادي الأهلي ما تظهرش طوق لفرقة النادي الأهلي إلا ما يكون فيه اختبار حقيقي يبقى فيه تحدي حقيقي وبكرة واحد من أهم وأصعب التحديات في الموسم كله مش بس في البطولة دي وأنا ما زلت عند رأيي اللي هيفوز في مباراة بكرة فرص كبيرة جداً في تحقيق اللقب الأول من نسخة الدوري الأفريقي كلام كتير عن الماتشو كلام كتير على تصريحات المديرين الفنيين طبعاً أنا يهمني بشكل كبير جداً تصريحات مارسل كولر اللي جات بشكل إيجابي جداً ورفعت لي أنا شخصياً من روحي المعنوية كلام الحقيقي عن تفاقله وانبساطه وساعته بوجود جماهير النادي الأهلي بالكامل في أستاذ بكرة شيء الحقيقي يدينا يعني يدفع كبيرة جداً وصيخة كبيرة جداً في جمهور النادي الأهلي اللي قادر يكون حاسم ومؤثر في مباراة بكرة تصريحات موكوين الحقيقة اللي محتاجة وفماها بشدة راجل بيتكلم الحقيقة وكأنه تأهل بالفعل وهو غير مدرك أو غير قارئ للتاريخ بشكل جيد وكأنه هو اللي حصل على 11 لقب من بطولات أفريقيا رغم أنه رصيده هو شخصياً خالي الوفاد البطولة الوحيدة اللي حقق سانداونز في أفريقيا كانت على اسم أو متسجلة على اسم موسيماني لكن وماله ما يدرش زي ما بيقولوا بالعكس أنا أعتقد أن الحاجات دي بتشجعنا أكتر وبتعلينا أكتر وبتستفز فينا روح البطولة اللي بإذن الله تكون حضرة في ملعب القاهرة بكرة كمان دقايق هيبدأ تمرين الأهلي الأول والأخير هي أول رئيسي لمباراة بكرة إن شاء الله هنحاول نتابع مع حضراتكم لقطات من التمرين ونتطمن على لعبتنا ونتطمن على الأسماء اللي ممكن تكون جاهزة وممكن تكون حضرة في مماتش بكر توقعاتي وبعض معلوماتي بتقول أنه هيكون فيه تغييرات على طريقة لعب وعلى الأسماء اللي بدأت اللقاء في بريتوريا لكن التفاصيل كلها هتكون عند مستر مارسل كولر واللي هنحاول إن احنا نقرأ النهاردة أفكاره للمباراة مش بس أفكار كولر أفكار كمان رولاني مكوينة المدير الفني لسانداونز اللي جاي وهو مرتاح وده شيء أعتقد أنه بيصب فيه مصلحتنا على كل الأحوال قبل ما ندخل في أهم أخبارنا وتفاصيل حلقتنا النهاردة خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم ممكن مفيش مرة في الثلاثة أو أربع سنين الأخيرة لما تيجي كواليس البالوندور كده ما يكونش فيه ضجة ويكون فيه حالة خلاف ويكون فيه حالة تشكيك وممكن في بعض الأوقات تصل لحد الاتهامات بأنه هذه الجائزة موجهة بشكل كبير عن جائزة البالوندور اللي توج بيها أو اللي فاز بيها طبعا نجم الأرجنتين وبطل كاس العالم في نسخته الأخيرة ليوا ميسي هيكون لين لقاءوا عن الكورة الفرنسية وعن أنتوني مودست وعن مصطفى محمد معنا واحد من النجوم الكورة الفرنسية نجم ميران وسانتيتيان الفرنسي السابق وبخوم الألماني أيضا باتخيك جيو ضفنا نهاردة في السادسة خلينا نرحب به ونستقبله معنا في البرنامج أهلا بك طبعا وبشكرك على مشاركتك معنا وأهلا وسهلا بك في السادسة شكرا لكم يعني خليني أبدأ معاك من حديث العالم جيزة البالوندور الأسماء التي تم ترشحها للحصول على الجيزة والنتيجة التي تم الإعلان عنها وتتويج ميسي بالجيزة رقم 8 أعتقد في تاريخه بالإضافة طبعا لإيرلينج هالند وإمبابي في المركز الثاني والثالث إزاي شفت الجيزة وهل بتشوف أنه ممكن تكون في السنوات الأخيرة حصل حالة من حالات التشكيك أو فقدان السقة في فكرة لمن تذهب الجيزة أو اللقب أنا أعتقد أنه يستحق ميسي الحصول على هذا اللقب وللكرة القدم الأرجنتانية يستحق هذه الكرة بعد الفوز بكأس العالم هو أوضح للعالم كل إمكانياته في هذا العمر هو نجح في وضع الكرة فيما كان صحيح نحن نرى أنه يستحقها وهو يستحق التتويق على مسيرته الرائعة في كرة القدم حتى مع باريس جمال هل بتعتقد أن دي نسخة الأخيرة اللي ممكن يظهر فيها اسمين اسم من اتنين يعني سيطروا على لقب البالوندور أو جائزة البالوندور الاسنين طويلة جدا وهما سيئر سافن رونالد وليو ماسي وأنه بداية من الموسم القادم المجال مفتوحة أمام أسماء جديدة هو نعم نعم يجب وجود أسماء أخرى نحن عندما نرى هالند وامبابي في المكز الثاني والثالث نحن نعتقد نحن نعتقد أن في المرسل السلالات القادمة سيكون هالند أو نرويجي أو امبابي نجم فرنسا مثلما فعلك كريستيان ونالدو وميسي من قبل ولهذا أعتقد هل هذه آخر كرة ذهبية لميسي هذا شيء لا نستطيع أن أقوله ولكن أعتقد أن هذه آخر مرة لأن ميسي أصبح الأفضل طيب قبل أن أفتح معك ملف الكرة في فرنسا سواء فيما يتعلق بالأندية أو الليج أين أو حتى المنتخب الفرنسي خليني أفتح الأول ملفين لاثنين من المحترفين محترف فرنسي بيلعب في الدوري المصري وبيلعب مع النادي الأهلي بطل إفريقيا ومحترف مصري بيلعب في الدوري الفرنسي وهو مصطفى محمد البداية مع أنتوني مودست إزاي بتشوف صفقة انتقال مودست للنادي الأهلي وإزاي بتشوف قدرته على التأقلم مع الكرة في أفريقيا وقدرته على تطوير مستوى بالطبع بالطبع أن مودست يعلم الكرة الفرنسية وأيضا الكرة الإنجليزية والكرة العلمانية فهو أفضل أوقاته في الدوري العلماني طبعا وهو أدى أداء رائع وأنا تكحدثت عنه كثيرا ولكن الآن هو رجع بعدها إلى فرنسا ثم صين ولكن هو لاعب لديه من العمر 35 عاما هو لاعب في آخر مسيرته وهو أخذ قرار صعب وليس بالسهل أن يترك بروسيدورتومونت والآن يلعب الدوري المصري بشروط وحالة مختلفة تماما ويلعب الفريق قبير جدا والأكثر تتويجا في مصر ولهذا هم يعتقد أنهم ينتظرون منه الكثير ولكن أعتقد أنه سيتأقلم مع الفريق مع الوقت سينجح سيتألق في الكرة في إنساء أنا أعتقد كما أعتقد وأعلم أنه كان في فرنسا وفي ألمانيا لكنه يحتاج إلى أصدقاء ومعاونيه لكي يحصل على النجاح وكي يصل لأفضل مستويات لي ولكن هو محتاج ليكون فعال هو أن يلعب مع اللاعبين أكثر وأن يعتاد على اللاعبين معهم لو كلمتك تحديدا في نقطة التأقلم وفكرة استعادة الفورما أو استعادة المستوى العالي اللي كان موجود عليه وكان واحد من أهم الهدفين في الدوري الألماني هل تعتقد أنه مودست بخبراته الكبيرة طبعا يقدر يتأقلم بشكل سريع ويقدر يدخل في سكواد النادي الأهلي بشكل سريع ولا فكرة الانتقال من الدوريات الأوروبية لللعب في أفريقيا وهي إلى حد كبير تختلف عن كرة في أوروبا دي ممكن تكون بتصعب عليه المسألة شوية أعتقد أن التوقعات كبيرة عليه والأهمال كبيرة عليه كما قلت من قبل أن الأهلي هو فريق كبير مصري وأفريق في أفريقيا وهو الآن ينتظر منه الكثير ويوجد منافسة ولكن الفكرة في حالته البدنية أعتقد أن هذا مهم جدا سأخذ مثال عندما ذهب إلى سنتيتيان هو ويسل إلى سنتيتيان كان مصاد ولكن عاد بعدها لأداء أفضل وعندما كان يلعف في بروسيا دورتومنت عندما لعرف الموضي في الأول لم يكن الأفضل ولكن بعدها كان رائع وأحرص الهدف في بيومينيخ في الكلاسيكو وعاد بقوة وأعتقد أن الشعب في الأهلي طبعا ولكن الحالة البدنية ستساعده كثيرة وأيضا الحالة الزهنية يجب أن يركز وأن يأخذ الوقت كي يعود بمستوى وأن يأخذ الفور ولكن كما قلت من قبل هو مدست هو يحتاج أن تلعب له كرة مباشرة تحتاج أن توصل له الكرة في مكانه في الكرة المصرية أعتقد أن يلعبوا الكرة في المساحات والمهارات الشخصية إذا لم تلعب لمدست بشكل مباشر سيكون في وجود المشاكل كالتعاول على كرة القدم ولكن إذا زهبت الكرة بشكل مباشر سيلعب بشكل رائع وسيحقق الأهداف وسيضع أهداف كثيرة طيب انتقالا من فرنسي بيلعب في الدولي المصري ليه مصري بيلعب في الدولي الفرنسي يهمني أسمع رأيك في تجربة مهاجم مصر أو مهاجم منتخب مصر طبعا الدولي مصطفى محمد مهاجم نونت الفرنسي ويعني رأيك في المستوى اللي بيقدمه وخصوصا هذا الموسم اللي بيشتر تقلق مصطفى محمد بشكل كبير أنا أعتقد أنك تعرف مصطفى محمد أفضل مني ولكن هو كان يلعب في الدولي المصري وكان قوي وهو كان في سنة أتيان طبعا من قبل وأنت تعلموا أن أداءه في سنة أتيان كان يعتبر جيد والآن في نونت وهو وجد مكانه في فريق نونت إذا تحدثنا وعملنا المكرنة بين الفريقين واللاعبين محمد إذا أتخذ وقته كي يتأقل مع الفريق إذا هو نفس الشيء بالنسبة للمودس إذا أبقى في الدولي المصري وقت مثل ما فعل مصطفى محمد في الدولي فرنسي سيتأقلم مع الوقت هو أحتاج الوقت ولكن طبعا أنت تعلمونه أحسن مني وتعرفون اللاعب أكثر مني ولهذا أتحدث أقول أن الوقت للتأقلم مهم جدا كي تأخذ ما تتمنى من اللاعب وإحرازا للأهداف والتي يكونون أكثر فاعلية إذا التأقلم هو فكرة وقت مثل ما بالضبط ما فعل حدث مع مصطفى محمد ولأن نراه مهيين قوي جدا وخطير مع نونت ونرى أن تقدمه مع كل الوقت ونرى أن تقدم نونت فعلا على الخريق وأرى أن مصطفى محمد أحد أكثر اللاعبين تأثيرا على مستوى نونت وهو حياتك لهم أثر كبير في نهاية البطولة بقى مناسبة الكلامة على الدوري الفرنسي يهمني أسمع رأيك في النسخة دي من البطولة شايف إزاي شكل المنافسة هل نيس بالنسبة لك وتصدره للجدول بيعتبر مفاجأة هل هو قادر على تحقيق لقب وعموما هل من الممكن أن نرى بطل جديد للليج آن أو لبطولة الدوري الفرنسي هذا شيء مؤقت بصراحة إذا تحدثت عن نيس في الوقت الآن كل شيء مجهز لنيس كل شيء محاقق لنيس أعلم عن المنافسة الصعبة ولكن نيس يعتمد على سلوب دفاعي قوي ويتقدم بشكل رائع ولهذا يوجد عمل جماعي في نيس لعب جماعي ومجمع بين الفريق جميعا أرى أنا في التقدم وتحول في مستوى نيس وبشكل فعال اللعبين ولكن هل نيس سيبقى على هذا الأداء نعم نتمنى يجب علينا أن نتمنى أن فريق مثل مومبليا وليل وفرق أخرى والفرق الكبيرة موناكو والعديد من الفرق في فرنسا يجب المنافسة على لقب الدوي والرغبة في الحصول على حصول اللقب مثلا في مصر دائما الأهلي ما يفوزوا أحيانا للزمان وبعض الفرق الأخرى ولكن المتعة والرؤية فرق قذرة على تحقيق اللقب هي أخرى وليس فريق واحد أو فريقين فقط ولكن هي مسألة استمرارية هي مسألة تابعة للإستمرارية لأن موناكو كان قوي وكان قريبا من الفرق ولكن بعدها غزم الليل إذن هي مسألة استمرارية ورغبة في الحصول من فرق لموناكو ونيس لباريس سنجمان أين كان سنرى نحن ننتظر بكل سرور ومتعة أن ننتظر أن نرى فرق معتادة لجميع الفرق لجميع الفرق الحصول على البطولة للتواجد منافسة لأن متعة أي بطولة تتواجد فقط عندما يوجد أبطال مختلفين قبل ما تسيب الدوري الفرنسي واروح للشامبيونز ليج واليورو 24 خليني الحقيقة أسمع تعليقك طبعا على حد سيمكن هازت السوشال ميديا على خلفية طبعا الاعتداءات اللي حصلت من جماهير مرساي على الحافلة الخاصة بليون قبل المواجهة اللي كانت مفترض تحصل بينهم والنتج عنها يمكن لو أنت شايف الصورة طبعا أعتقد داج روس وطبعا نجم أوليمبيك ليون اللي تعرض لإصابة مباشرة وده طبعا شكل الباص اللي كان بيقل للفريق من وجهة نظرك زي بداية كانت ردود الأفعال وهل اتحاد الكرة في فرنسا أخذ قرارات متعلقة بالحادثة اللي حصلت على هامش المباراة أو قبل بداية المباراة بالنسبة لي هذا وببساطة هي موصيبة فاضح أن نرى هذا في كرة القدم كرة القدم هنا لنا جميعا من أجل الوحدة من أجل المتعة من أجل أن نكون فريقا واحد من أن نكون عندها كدولة واحدة هي الوحدة والهدف الوحد ولكن عندما نرى هذه الصور هي صادمة لي هي على التلفزيون أنا لا أعلم ماذا يحدث في الحقيقة في الحقيقة ولكن عندما أرى هذه الصور مثل هذا هذا شيء سقيل على القلب وبعيد عن كرة القدم وأنا أعتقد أن في دولتي يجب يجب تخزي القرارات لأن هذا بعيد عن كرة القدم هذا من هذا من الشيء فاضح هذا هذا شيء من العنصرية شيء أنا لا أحب أن أرى هذه المظاهر في كرة القدم أنا دعما ما كانت كرة القدم هي من توحدنا وأنا أريد أن أجل الشاهد موشرة تقلة القدم وأنا مستمتع ولهذا أعتقد أنا لا أعلم ماذا سيحدث في جميع الدول ولا أعلم ماذا سيحدث في مصر مثلا في فرنسا ممكن أن اتحاد الدول يمنع اتحاد الفرنسي يمنع دخول الجمهير هذه الجمهير المباريات كعقاب أنا لا أعرف ماذا سيحدث مثل سيادة القاعد ولكن يجد طبعا أن يكون يوجد عقاب وردع لهزم ولكن الشيء الجيد أن ما يحدث هذا نحن نرفضه بشدة وسأقول مرات عديدة هذه فضيحة في كرة القدم شيء ليس مسموح به على الإطلاق في مباراة كرة القدم ولكن نحن في 90 دقيقة يسمحوا لنا هذه 90 دقيقة أن نكون في أجمل وأمطع لحظاتنا نريد أن نذهب إلى فرحتنا ورغبتنا في مشاهد المباريات فقط ولكن لذلك أنا أعترض بهذه الشدة طيب خليني أخذك للماتشاط أو رجعك للكرة مرة تانية وخليه يمكن بداية قبل مسألك عن فرص الأندية الفرنسية فيه انطباع عام كده مش عارف الانطباع ده صحيح ولا لا أتتفق معه ولا تختلف إنه بس باريس سان جيرما هو اللي ممكن يكون قادر كفريق هو اللي ممكن بين كل الأندية الفرنسية يكون قادر على المنافسة أوروبيا هل ده صحيح من وجهة نظرك وإزاي بتشوف فرص الأندية الفرنسية اللي بتشارك في بطلات أوروبا سؤالي الأول عن ده صحيح من وجهة نظرك وإزاي بتشوف فرص الأندية الفرنسية كانت قوية مثلا كمنتخب أمام ألمانيا لا معلش سؤالي الأول عن بطولة الشامبينز ليج بطولة دوري أبطال أوروبا وفرص الأندية الفرنسية اللي بتشارك فيها فيه انطباع دائما أنه الفريق الفرنسي الوحيد أو النادي الوحيد اللي قادر ينافس الريال والسيتي والبايرن وغيرهم الأندية الكبيرة في أوروبا على اللقب هو بي أش جي هل انت بتوافع على الفكرة دي وإزاي بتشوف حزوز الأندية الفرنسية في بطولات أوروبا سؤالي أوروبا ليج كونفرنس ليج أو شامبينز ليج نعم 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 في بطولة دوري أبطال أوروبا أنا أرى أنه باريس نجمان هو لدي العديد من المعارات هو لعب مباراة كثير في دوري أبطال أوروبا وعندما أتحدث عند باريس نجمان هما لعبوا أول ماتش أمام بروسيا دورتومونت نحن رعينا أنه يوجد لعب جماعي هذه المرة يوجد دفاع وأنا الآن لهذه المرة أنا كنت محلل لما هو بعض الماتشات في باريس نجمان الآن أرى أنه طبعا زهاب ميسي وانيمار رحيل ميسي وانيمار سيؤثر على الفريق الآن يوجد أقل من النجوم في باريس نجمان باتخيك جيو طبعا نجمان سانتي تيانوة بخوم الألماني بشكرك شكرا جزيلا وبعتذر لدي الوقت وكل التوفيق طبعا للكرة الفرنسية بالتأكيد كرة أو مدرسة من أفضل مدرس على مستوى العالم ودائما منتخبها مرشح لكل الألقاب والبطولات بشكرك على مشاركتك معنا فاصل ونرجع نكمل حلقة السادسة أهلا وسهلا بسانداونز في القاهرة بكرة إن شاء الله الساعة 8 مساء هتكون المواجهة التانية بين الأهلي وسانداونز وخلينا ندي كل وعد حقه سانداونز حقيقي هو فريق المرحلة وتعودنا كتير في السنين كتيرة ومع جيال مختلفة من أيام أشانتي كوتوكو والهلال وأسك أبتجان والترجي والوداد والرجاء وأن ينبى ومزنبي وغيرهم 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 كل فترة بيكون في نادي المرحلة والأهلي دايما عودنا يكون دايما هو البطل بالتعفيل لرجالتنا بكرة ثقاتنا فيكم كبيرة جدا ومعنوياتنا أغلب الأهلوية إن لم يكن كلهم الحقيقة معنوياتهم وثقاتهم كبيرة جدا فإن شاء الله نقدر نتجاوز مباراة بكرة مباراة صعبة بالكل تأكيد وأنا وصفتها وقلتها إنها ممكن تكون واحدة من أصعب ثلاث لقاءات هيخذها الأهلي على مدار الموسم الأهم إن إحنا نكون جاهزين وأدى التحدي والأهم من كل ده هو الروح والرهان بكرة بشوفه على جمهية النادي الأهلي اللي هتكون حضرة في الاستاذ هنتكلم على المباراة ونقرأ مع بعض نقاط قوة وضعف ساندونز ونحاول نشوف رولاني موكوانا بيفكر إزاي في مواجهة الأهلي بكرة على ما لعبه فص جمهوره اسمحوا لي بس في البداية رحب بضيوفي النهاردة بلال محسن وأحمد مصطفى بيشرفوني النهاردة بسأخير يا بلال لا عايز دحكة حلوة كده موسيقة وصل لغاية ساعة في الاستوديو لا لا إن شاء الله بإذن الله أهلا بك طبعا وأهلا بكل السادة المشاهدين وإن شاء الله النهاردة تبقى حلقة مميزة ونتكلم عن كل حاجة وبكرة إن شاء الله بإذن الله بيبقى التتويق بالفوز والصعود إن شاء الله بإذن الله بسأخير يا أحمد سيد نوري أحمد وأهلا بكل سيدة مشاهدين وإن شاء الله الحلقة الجاية نكون حل المقرار نهائية إن شاء الله بإذن الله خلينا ندخل في الجد وندخل على طولة أنه معنا حيات كتير جدا ونحاول نتابع طبعا التدريب الرئيسي النهاردة للنادي القالي تعالوا نشوف الأول تصريحات مارس الكولر تعالى كتير من المغالطات أو الإشعاعات سميها زي ما تسميها اللي حصلت في الـ 48 ساعة الأخيرة نشوف جزء من المؤتمر مارس الكولر ونرن جعن السمع رأيكو تالياتكم علي نشوف أصبح رأيكو نشوف أصبح رأيكو نشوف أصبح رأيكو من الماء على الليل نحن نكتب في الماء لا يوجه لنا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر بل أن قصة كبرت جدا لدرجة أن أنا سمعت ناس بتقول لك أنه قصة إمام عشور هي سيناريو مكرر لقصة أيمن أشرف وقصة برونو سافيو مع النادي الأهلي وبالتالي أعتقد أنه الرد الرجل بمنتهى الوضوح أو بمنتهى الصراحة وتوقعاتي أنا شخصياً دي مش معلومة دي توقعات أن إمام ممكن يكون حظوظه ببيرة جداً في مشاركة بكرة بشكل أساسي في مواجهة سان داونس أهم ما لفت نظركم قبل ما ندخل في الأسئلة ونرد على أسئلة جمهور النادي الأهلي بالتأكيد قبل 24 ساعة مواجهة الجماهير عندها أسئلة كتيرة جداً وعايزة تطمن على الفريق لكن باختصار شديد أهم ما لفت نظركم في مؤتمر الصحفي مارسل كولر وأهم تصريحاته يعني يمكن أنا عجبني جداً الثقة الكبيرة اللي بتكلم بيها مارسل كولر الهدوء اللي بيتمتع به في المؤتمر الصحفي اتكلم عن نقاط يعني هو اتكلم عن أبرز النقاط الهامة طبعاً بدأ بنقطة الجمهور وده زكاء كبير جداً أنه هو بيحط الجمهور أمام مسؤولية كبيرة بكرة أن انت عليك دافع وبتحمس اللاعبين في أرض الملعب وقالك احنا بنستمد قوتنا من شعار النصر شعار النادي الأهلي لازم يكون عنده رؤية ولازم يكون وثق في نفسه ولازم يكون هادي ولازم يكون زكي كل دي كلام ورسائل كبيرة جداً في معناها بتوصل أعتقد للعيبة كمان نتكلم عن نقطة الفار وأنا أعتقد أن أي حكم في الوقت الحالي لا يلجأ للفار أو يرفض الاستجابة لانداءات الفار فهو حكم عنده غرض وده اللي احنا شفناه في مباراة الذهاب نتمنى أن بكرة ما يتقررش نفس السيناريو مرة أخرى أخيراً طبعاً موضوع إمام عشور أنا شاف أنه هو اتكلم عنه كويس جداً أثناء على اللاعب وقال أنه هو استمرار الإصابة كانت نتيجة أن اللاعب بيتحامل على نفسه علشان يشارك في التمرين ويعود للمشاركة واتكلم أنه كان فيه اتفاق بين الاتنين وده الصورة الصحيحة أو الشكل الصحيح اللي كان يجب أن يكون عليه الإعلام في الفترة الأخيرة ولكن طبعاً أنت عارف اللازم الحالة تبقى موجودة لدرجة أن أحد الإعلاميين مباراة قال حكى حوار وقال أن الحوار ده كان بين إمام وبين المدرب على انفراض طبعاً أنت سمعته فين؟ لا أنا أعتقد كولر كسب الناس كلها كسب إمام عشور واحتول الكلام عنه وقفل الكلام تماماً كسب الجمهور وطبعاً أعطى رسائل زي ما قلنا للعبين أن بكرة إن شاء الله مباراة النادي الأهلي طيب سيبك من الإعلام وسيبك من الإشاعات والتنجيم وحالة الهازي اللي حصلة عندنا من بعد ما لمطش بتاع بريتوريا انتهى خلينا أكلمك في جمهور الأهلي جمهور الأهلي بنزل الباب ما تقفلش الباب يتقفل بعد صفارة الحاكم بكرة ليه؟ لأن فيه باب تفتح خلينا نتكلم بمنطقة صراحة وإحنا رحينا على مطش بكرة كولر من أول ما مسك يا مصطفى الأهلي والجمهور جمهور يعرف يعني جمهورنا دي الأهلي صعب تفتح قلبها أو تحط ثقاتها من يوم وليه بتحتاج شوية لطريق ومشوار لكن كولر من أول مطش ليه لو تفتك التحاد من السيري ودخل يعني ما تفهمش الكيميستري أو كيميا بيننا زبطت وحقيقي طول مشواره مع الأهلي وإحنا حاسين أنه المدرب ده فاهم عقلية جمهور نادي الأهلي وفاهم طبيعة شخصية نادي الأهلي وكرة الأهلي المفترض يقدمها باستثناء آخر ثلاث مطشات كورة الأهلي مش هي كورة الأهلي سيبك من نتاين أنا بتكلم على أداء على شكل على شخصية الأهلي في الملعب ثلاث مطشات لعبتهم باستثناء يمكن الشوط الأول في المطش سينبا شوية بعد كده حاسين أنه الأهلي وكأنه في حاجة غلط شفت ده إزاي وشفت تعامل كولر مع الثلاث مطشات إجمالا إزاي شفت أنه كولر بيتعامل مع الثلاث مبارئات بكل مبارئة بطريقة مختلفة يعني هو بيشوف طريقة اللعب بناء على الخصم هو في دور السوبر أفريكي المنافسين برضو لازم نتكلم من المنافسين أقوية يعني حتى سينبا التنزاني اللي احنا صعبنا وقابلنا سانداوز هو نسخة مصغرة من سانداوز فالمنافس مختلف في نفس الوقت أنت عندك ضغط أن أنت عندك برضو كان لعبة جاء لك مجهدة من المنتخب فده برضو مؤثر جدا بالنسبة لطريقة اللعب والتشكيله عندك برضو يعني موضوع إمام عشور أو غياب وعن مبارئة سانداوز برضو مؤثر جدا فكل ده أعتقد كلر أثر عليه في الثلاث مبارئات اللي احنا بنتكلم عنه لكن الفرق اللي زي سانداوز وفرق زي سينبا فرق بتلعب كرة على الأرض وفرق بتلعب طريقة متعبة فالفرق دي ليه طريقة لعب مختلفة وأعتقد أنه هو في المؤتمر الصحفي بيراهن على حاجتين الجمهور رقم واحد ورقم اتنين شخصية البطل اللي عند الناد الأهلي وده فعلا رهن كبير جدا فطريقة لعبه في الثلاث مبارئات دي لأعتقد أنه تتغير تماما في مبارئات غدا إن شاء الله وأنا بشوف أنه كله زي ما احنا الجمهور داد الأهلي وصل فيه تماما السكة هترجع بكرا إن شاء الله وهو هيعتمد على أنه هو يضغط فريس انداوز أنه يرجع شخصية الأهلي تاني اللي ممكن تكون تهزت شوية في الثلاث مبارئات طيب تعالوا نفكر مع بعض كده رولاني مكوينة اللي احتفى الاحتفال كبير جدا بعد نهاية المبارئة ولتصريحاته اللي بيقولها في وسائل إعلام تعسزك كما إنه لو ضمن التأهل بالفعل لمواجهة النهائي لكن قبل ما نتكلم إزاي بيفكر كل طرف في مواجهة بكرا تعالوا نشوف كابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر محمد شنوي قال إيه في المؤتمر الصحفي وبعد كده نفرد ورقنا ونتكلم على ملامح مبارئات بكرا قالوا بالضبط إحنا خلاص لمعادش فيه وقت للكلام دلوقتي إحنا عندنا مبارئة بكرا مهمة جدا نشوط الأولى من خلص وإحنا عرفين المبارئة صعبة جدا بس إن شاء الله بكرا إن شاء الله زي ما كنتش قال الجمبور بتاعنا موجود بكرا والتعملين في المبارئة وإن شاء الله نركع منصورين ونسعد إن شاء الله للنهائي أكيد طبعا اللعبة متعودة على الضغط ده والفترة اللي فعتت إحنا بقنا فترة كبيرة نرعب في البطولات عندنا بطولات كتير والعبة متعودة على الضغط ده والوقت الصعب اللي إحنا فيه يعني هي متعودة على الضغط ده طبعا إحنا بنلعب في وسط جمهورنا بنلعب في ملعبنا دي بالنسبة لنا كوة كبيرة جدا أكيد طبعا خلاص يعني ما إحنا دلوقتي فيش وقت للكلام خالص إحنا دلوقتي عندنا نرى التمرين مركز في التمرين من بورا بكرا ومركز بس عندناه هدف واحد بس اللي إحنا نسعد للنهائي بس سيدة الجميل خلاص كتش قال هل إحنا مبسوطين جدا لموا موجودين بكرا يعني الملعب كله يعني متأفل بكرا إن شاء الله ويدين قوة كبيرة جدا في الملعب وبيدينا سكك للنعيبة طبعا هم بظهرنا على طول وإحنا دايما بنحب نلعب ناوي تعالوا نشوف بكرا طبعا يعني أنا بيتهالي إنه في قط اللبس بتاعة النادي الأهلي ودي واحدة من أهم مصادر القوة في اللي بتصنع الفرق في الآزامش ناوي تكلم على الجمهور أنا بتهالي إن قط لبس النادي الأهلي حتستوعب حالة الهجوم وحالة التقليل اللي حصلت من فرقة النادي الأهلي بشكل عام ومن لعيبة بشكل فردي كله تعرض لهجوم وتعرض لانتقادات وأنا على فكرة يعني أنا مش ضد الانتقاد لكن يهمني جدا إنه يبقى فيه مرعاة دايما للتوقيت إمتى تنتقد إمتى تعمل ده في النهاية الأهلي بيمثل مصر ده شيء مش عشان أنا أهلاوي أو أنا على شاشة النادي الأهلي مفترض أن كل مصر تبقى وارفة نيه النادي الأهلي مسؤولين وجمهين لكن لو مش دال لحصل مش قصتنا في النهاية إحنا يهمنا بمباراة بكرة ويهمنا نعرف زي ما بيقولوا كده من أين تقل الكاتف عشان نعرف ده عشان أقرأ سيناريو محتاجة أكلم معاكم في إزاي مكوينة يفكر في ماتش بكر مكوينة جاي متقدم بهدف حاسس إنه فريقه لعب جيم كبير على النادي الأهلي سيطر كان يمكن يكون أكتر خطورة وحاسس إنه يقدر يكرر السيناريو ده في القهار هل من الممكن إنه مكوينة يفكر في المغامرة أو إنه يلعب جيم هجومي ضد النادي الأهلي ولا ممكن يبقى فيه سيناريو تاني أبل خلينا نقول في البداية يا أحمد إن مكوينة هيفتقد مكوينة غداً طبعاً بعد تأكد غياب مكوينة اللاعب رقم أربعة هو العقل المفكر لفريق سانداونز أنا بشوفه إنه واحد من أهم اللاعبين اللي لم يكن هو الأهم مع ويليام زحارس مارما سانداونز اللي أيضاً بيبقى ليه دور كبير قوي في البلد أبو تحضير الهاجمة من الخلف يعني فمكوينة هيفتقد مكوينة أنا شايف كده ده السيناريو اللي هيبقى موجود بكرة هيتغلب إزاي بقى مكوينة المدرب على غياب مكوينة اللاعب بكرة في أرضية الملعب ده اللي هو أكيد بيحضر له دلوقتي ولكن لو تكلمنا إجمالاً في طريقة لعب سانداونز أنا ما شفتش سانداونز في أي مباراة مع الأهلي أو غير الأهلي بيغير من طريقة اللاعب داخل وخارج ملعبه سانداونز فريق بيعتمد في كل مباراياته الداخلية والخارجية المنافس لعملية الضغط العالي أنك تضغطه من قدام علشان يفضي مساحات في وسط ملعبك وفي الخطوط الخلفية أو خلف المدفعين وبيعمل الكرات الطويلة المباشرة اللي بتتلعب سواء على جنب من الجنبين أو في العمق الدفاعي اللي بيجيد جداً استولاسي سواء زواني أو ماسيكو أو سيرينو أو من ديتا أي حد بيلعب في الخط الأمامي عند سانداونز بيجيد تماماً عملية ضبط الأوفصايد وده احنا شفناه في المباراة الماضية تكاد تكون فريق سانداونز لم يقع في مصيد التسلل ولا مرة تقريباً أو مرة وحيدة في المباراة كلها لأنهم هم ده دي طريقية لعبهم هو حتى أنت بكرة عشان كده أنا بتكلم عن أهمية غياب مكوينة اللاعب رقم 4 اللي هو بيمد الأطراف والمهاجمين بالكرات الطلية المميزة ده بكرة هيفتقدوا سانداونز جداً احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية وحللنا وشفنا أن ويليامز أول ما بيحط الكرة تحت رجله أول قرار بالنسبة له هو بيعمل الباص لمكوينة لو مكوينة ممسوك وإحنا هنتكلم في الحالات دلوقتي لما نيجي للحالات هوريك إزاي مارسل كولر في مباراة الزهاب عطل مكوينة تماماً يعني مكوينة ما ظهرش غير على استحياء في كرة أو اتنين وده الدور الكبير اللي عملوا ثلاثي خط الوسط وده من الإيجابيات الكبيرة اللي قدرنا نعملها بعد فترة كبيرة كان عمق وسط الملعب في نادي الأهلي مستباح في مباراة سانداونز الخارجية تحديداً وكان الاختراق من العمق هو أسهل حاجة لفريق سانداونز أمام النادي الأهلي ولكن في مباراة الزهاب احنا لم نشهد أي اختراق من العمق الهجومي للنادي الأهلي باستثناء يعني يمكن كرة كانت تصويبة مرت بجوار العرضة باستثناء كده النادي الأهلي قفل تماما من منطقة العمق فأنا أعتقد أن رولاني مكوينة هيستمر هيحاول يوجد بديل في الحتة دي يؤدي له نفس المهام اللي كان بيؤديها مكوينة اللاعب ويستمر بنفس طريقة اللاعب هل محتاجين نذاكر مباراة الأهلي وسانداونز في القاهرة هنا مش بتاعة السيزن اللي فات السيزن اللي قابله شلت عرصد القاهرة اللي كسبنا فيها تنين سف واللي كانت طبعاً بقيادة في الوقت ده بيتشو موسيماني والمباراة دي الأهلي اللاعب فيها باسلوب أنه ساب الاستحواز وساب سانداونز كورة وقدر يلعب على التحولات وقدر يحرز أو يسجل هدفين أو اللي ممكن يكون الأقرب من حيث الوقت يعني مواجهة بيترو أتلاتكو في لواندا الشوط الأول اللي فيها بيترو أتلاتكو يعني ضغط سانداونز وشكل عليه خطورة وكان ممكن ينهي الشوط الأول بتفوق أي السيناريو هين أفضل من وجهة نظرك موسطفى السيناريو بيترو أتلاتكو طبعاً يعني أعتقد هيدا السيناريو الأمثل لمواجهة سانداونز أن سانداونز هيجي أصلاً برضو زي ما بلال قال أن هو مش غير طريق لعبه ألعب نفس طريق اللعب هو بيلعب خارج ملعبه نفس طريق لعبه يعني في ملعبه أشوف أن الحل الوحيد في المباراة دي أنت تضغط المباراة دي لازم فيها معادلة صعبة جداً أن أنت محتاج تحرز هدف وفي نفس الوقت ما تخلش فيك هداف خد بالك أنا أحساسي يعني إحنا مش فريق بتاع دي فانسة قوي يعني لما تيجي تلعب جيم مع كولر كمان ومع كولر بالذات يعني فكرة ملكة وامتلاكك لأدوات الدفاع بشكل كبير فكرة الضغط يعني إحنا مثلاً كما بنلعب زون في المطش بتاع بريتوريا لكن ما بنتغطش الضغط المسائز وسهل جداً أنك تتضرب لأن هما كمان عندهم حتة الانتشار والتحرك بدون كرة هيلة جداً بتحلق أكتر منك بتضغط على اللي معاك كور ودي مشكلة ولو لاعب عندك بيتضرب بيبقى فيه زيادة عددية بتمثل عليك خطورة هل تعتقد أنه فكرة أنك أنت تلعب جيم دفاعي وأنت محتاج طبعاً تأمن دفاعك لأنه أنت في أهم من أنك أنت تسجل يمكن أنت محتاج تحرم سانداونز لقدر أنه ما يسجل هدف هل دي ممكن يراهن عليها مرس الكولر؟ ده السؤال مهم جداً يا أحمد لأنه أنت فعلاً في حيرة هل تبدأ ضغط على سانداونز الفرق القوية جداً لأنه لو أنت ستلقى مسحات ممكن تحرز فيك هدف ولا تبدأ من نص الملعب وضغط متوسط على الأل وتحول على استحياء ممكن تحرز هدف فيه بعد جزء من المباراة الموضوع هنا لازم أنت قال لي ضغط من بداية المباراة يستغل طبعاً وجود الجماهير لأنه تبقى مليانة في الاستاذ فده أعتقد سيبقى مهم جداً في بداية المباراة لأنه سانداونز بيلعب أصلاً إذا لم تجد الآن برده وقال لك أنه دائماً بيبدأ بالبلد أب من تحت فلو أنت يعني بعد ما نجي نجيب الحالات هنبين سانداونز في مباراة بتروتلتكو ومباراة النادي الأهلي في القاهرة 2-2 سانداونز إذا لم تضغط عليهم ضغط عالي بيغلطوا كتير جداً وده اللي احنا عايزينه لأنه سانداونز فرقة بتلعب أصلاً كل لعبها على الرزق أنت تكلمت فعلاً لهم دايماً في المساحات دايماً أي باص ما فيش باص صريح الباص كله في القلب هو الاختراك وقوتهم كلها في العمق فتلاقي أي لعب خاصة من كوينة فعلاً اللي هو غيابه يبقى مؤثر جداً وده من ضمن الحالة اللي احنا نتكلم عنه ما أعتقدش أنه هي أثر على سانداونز مش هي أثر فعلاً مش هي أثر بالنسبة لفرقة سانداونز هما درستهم واحدة لكن هو لعب مؤثر جداً يعني الفرقة جامعياً واقفة على الجلاف الملعب بشكل كبير دي حقيقاً لأنه كمان حتى شلويلي لعب مهم جداً لكن في غيابه برضو محسناش طبعاً دي طبعاً ده أهم مهاجم عندهم جداً وبرغم كده احنا محسناش بغيابه ده يبقى لك أنه هما طالت لقى بعدات تشكيل اللي تلاعب به مباراة الزهاب اللي هو مباراة اللي احنا اللي فاتت هيغيب طبعاً في التشكيل ده كله بكوينة اعتقد أنه طبعاً هيرجع مكانه مفالا مفالا اللي اضطرت في مباراة تبت سؤاتكم هيرجع في المباراة دي وهيكون متواجد أنا على فكرة بشوف من الحداشر دول الاندي طبعاً الاندي ده احنا هنجيب حالات الاندي بيتحرك بطريقة مركزية من العمق اختراق مميز جداً اللي بيشغل الاندي مكوينة يعني هو التحركات الاندي مميز جداً في التحرك بدون كور ممكن يكون امي ازا واحد في الاثنين وعشرين لعب اللي كانوا على ارض المعب ما بيبطلش جاري ويتحرك من غير كورة وبيسرق الدفاع ولكن عايز عشان كده نتكلمت ان احنا وهنتكلم في الحالات احنا ازاي حرامنا انت ما شفتش احنا الاندي على رغم اخترته ما ظهرش تماماً في المباراة الماضية لان انت قفلت على مكوينة مكوينة هو الممول الرئيسي لهجمات سانداونز فالاندي مهما تحرك مهما بتوصلوش الكورة انت قفل على مكوينة دايماً زوايا التمرير طيب تعالوا نشوف ده بالحالات اكتر بس بعد ما نشوف كريم ندفد احنا سمعنا عشناوي مارسل كولر في المؤتمر الصحيفة تعالوا نشوف طبعاً نجم النادي الاهلي على اسم طبعاً واحد اسطوري يعني طفل ندفد طبعاً اسطورة خط نص اليوفي واحد من افضل لعابة النص اللي شفتهم على مدار تاريخ الكورة كله طبعاً كريم ندفد نجم النادي الاهلي تمرنت النهاردة تعالوا نشوف قال ايه لوسائل اعلام ونرجع نكمل كلامنا مع بلال واحمد يعني احنا عندنا ماتش مهم ماتش صعود يعني كان في نتيجة مش اجابية هناك من يومين لكن عندنا ماتش بكرة ان شاء الله نتا نعوض فيه بإذن الله اللعبة كلها مركزة اللعبة كلها دفع واحد ان احنا نصعد فان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا بكرة ويبقى الحظ معانا ونكسب بإذن الله يعني الماتشات اللي هي بتبقى صعود دي بتبقى شمحتاجة كلام كتير هي بتبقى محتاجة بس يبقى فيه إصرار على المكسب وده يعني مش جديد على عاجة النادي الاهلي ولا جديد على النادي فيعني الماتشات مش محتاجة كلام الماتشات محتاجة بس ان احنا نبقى مركزين في 90 دقيقة ويبقى ونعمل علينا في الماتش وان شاء الله الواحد واسك في ربنا وفي اللعبة ان احنا ان شاء الله بكرة بإذن الله نحق نتيجة إجابية ونصعد بإذن الله يعني الجمهور إحنا بكرة إن شاء الله إحنا عرفنا إن شاء الله بكرة يبقى الأستد بالساعة الكاملة بإذن الله فإحنا نبقى مستنين بكرة دعم الجمهور أو خمسين ألفة مستنين دعم الجمهور بكرة يعني ده بيبقى حافز لنا وبيدينا قوة يعني مستنينهم بكرة ويدعمونا وإحنا متعودين منهم على كده فإن شاء الله بكرة يعني رواحهم مبسوطين إن شاء الله رهان كريم على الجمهور ورهان على الفانيلا الحمرة وروح النادي الاهلي اللي ان شاء الله بإذن الله تكون واحدة من عوامل حسب مواجهة بكرة هل تعتقد انه مغامرة انك انت تهاجم سانداونز بكرة يعني احنا بقى يعني واتكلمنا على طريقة لعبهم وعلى عناصر الخطورة طب تعالوا نشوف الحالات لو جاهزة معنا نبدأ بالحالات يمكن حالات واحنا بنتكلم كده توضح لحضراتكم وجهات نظر احمد مستقل اللي هيمسك سانداونز النهاردة بس يعني هناخد من قوة سانداونز هناخد نوع ضعف سانداونز نفسية هي طبعا هنا وليامز الحارس سانداونز طبعا حارس عنده ثقة ومغرور لحد ما طبعا وغروره ده هتكلفهم كتير هجيب لك اللقطة دي هو دايما غروره وفعل السانداونز عندهم ثقة قوي بنفسه واحنا ممكن نستغل الثقة بتاعتهم دي في ان احنا نضغط عليهم ضغطة عالية فيحصل كده اللقطة دي في الدقيقة 88 في اللقطة دي الناد الاهلي عمل ضغط علي ممكن بس يعني نرجع بس للحالة دي سوايا نرجع ثانيا واحدة اه نرجع بس سوايا اه يعني هنا الناد الاهلي ضغط انا عايزة جيب لقطة اللي قبلها بس سوايا بص افشا انه هو تفتح سبريند عشان اي لعب في الضغط العالي اي لعب هيكسل يبقى الضغط العالي كده صناه زيادة ضربك بسهولة جده احنا الثلاثة اللي في نص الملعب ده ديانج ده ديانج وده برستاو وافشا وافشا وبص طاهر برضو هيعمل دلوقتي طاهر هيجي دلوقتي فاتح سبريند ما هو ده الضغط العالي ان ما ينفعش اي لعب يكسل فيه خالص ها هو لعب واحد بيتضرب بيتضرب بس ضرب ومعزلات مع فرقة زي يا صندوق ها دي المغاملة تبتكلم عنها مغاملة نازم يكون ضغط محسوب وما نفعش حد يكسل في المباراة دي تماما هيلعب لمكوينة مكوينة هيلعب الكورة المداو بص هنا افشا ضغط طبعا ما خلاص بتقفد عليه زي والتبريد كورة تلعب بره معرفش يخرج بالكورة ده يباين الضغط العالي ده صندوق زي زي ما يعني الحل الوحيد انت توقف صندوق زي ما تلعوش بالكورة ان تلعب كورة بالنسبة لهم خطر ان هم فرقة بتلعب دايما في القلب والاختراك من العمق وعندهم مهارات وعندهم لبركة زي كبيرة جدا هنا الكورة انت قلت عليه هيا تبص بص بص السكة بتاعته ازاي الكورة معايا الكورة جهالة واتنين ده بس خد بالك انه هنا هنا اللي ربك يعني اللي واتر ويليمز هو انه تضغط عليه من زاويتين من زاويتين ايو 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 حتى ضغطت مودست قفلت عليه الزاوية التانية كان قراره فيه ارتباك شديد جدا جدا لانه هو كان بياخد الكورة فعلا كان بيبص على زي ما قال العبدال على مكوينة لكن مودست طبعا هيقفل عليه الباص وبرس تاو طبعا هيضغط عليه يعني بالذات بص هو اخطأ لكن يعني لحصت حظه ان هي ايه اتلعت برا طيب نكمل حالة بجيلك بس الضغط العالي اللي احنا المفروض شوف سانداونز في حالة الضغط العالي ده مبارات بترو اتليتكو بترو اتليتكو الاصفر وسانداونز الكحلي اللي هيلعب بيه بكرة بالمناسبة اللي هيلعب بكرة يلعب بلزي التقليدي وسانداونز يلعب بلزي اللي ظهر في المشاشة الغالية نفس المشحب بتاعات تاني وليام بزي بيلعب الكرة وليام برضو بيلعب الكرة المكوينة وهيدغط عليه بترو اتليتكو وهيروح يجيب جون هنا في مبارات الكاهرة 2-2 مبارات الكاهرة 2-2 سيزين الفات دولي افتا فهيدغط الكرة على مكوينة ضغطة عالي برضو هيدغط عبقادر بص هيدغط على الكرة دي انفراد طبعا وليام زي صده أنا بريك بس حالات الضغط العالي يعني نرجع بس تاني للحالة دي معاليش من الأول بص يحمد نرجع بص الحالة دي تاني من الأول الحالة اللي قبلها بص هنا الضغط العالي اللي يحصل على بص عبقادر الضغط اللي قولك البص هيتعمل طبعا عبقادر يتوقع البص ضغط عالي فهي طعب قادر كامل حل بعدها. عبادر قطع انفراد طبعا اتصدد. يعني جول. فده الحالات. فرصة ثانف طبعا. ده حالات صنازة. ده في السادة الكهارة هنا في مباراة العودة. في مباراة الاتنين اتنين المسلم اللي فات. كامل حل بعدها. ده مكوينة. بص مكوينة. في لعب قصاده اللي هو اليندي. رقم 11 جنبه جدا. ده طبيعي جدا. اي لعب هيلعب السهل. او يلعب الصريح لمين? اليندي. بص مكوينة بيختار الحل الصعب. يعني الحل الصعب اللي في القلب. ده مكوينة برضو. الكرة دي هتحصل الهدف اول هدف. هدف بتاع اليندي. هيستلم الكرة. ده برضو اه هنا ده مديبة. بص بص اللي هيلعبها لمين? لأ بص انا انا عايز اللاعب اللي هيستقبل الكرة. بالضبط. ده زكاء التحرك بين الخطوط. هم بيتحركوا. بين الخطوط النادي. وميز جدا. بمنتهى الزكاء مصرح. ومكوينة نرجع بس ثواني. مش ممكن هنا. مش ممكن هنا حد يستلم بالقريحات دي. وحاجة تانية. من مين برضو نرجع بس اللقطة ثواني للأبلاء؟ نقب هنا ثواني. هنا اي حد طبيعي مش هيفكر يلعب اللاعب ده صعب. الباص صعب جدا. صعب باص فيه ريسك كبير جدا. لانه ممكن يتقطعب بسهولة جدا. لكن هم عندهم سكة انه هو يلعب لك الباص. ده لعب هم كله. الريسك ده يعني بيخليهم دايما يوصلوا للمربب اسهل آآ الطريق. هيبصها طبعا هيتلاعب وكان ده مغص حل سهل جدا جدا جنبه لكن هم دايما بيختاروا الحل الصعب. مين اللي عندنا هنا مين اللي قريب من هنا في آآ. ده افشا. ده افشا. لا الافشا اللي على آآ. افشل على الشمال ونك برستاو وصلاح محسن. لا انا بكلم على اللي ماسك لعب سانداونز القريب من هنا. اخر لعب في الاهلي عفا كادر على اليمين. مروان اعطيه. مروان. مروان. مروان يعني هنا مش موقف الكرة تروح له فيه. الاقرب او الاوقع او الاسهل ان الكرة تروح لللعيب اللي في نص الملعب اللي هو بين مروان وديانج. مزبوط. فهنا برضو دي قراية ملعب لازم مروان هنا يبقى مقرب او قفل على اللعيب ده اكتر. استلم طبعا ويلف. حل بعدها. مش بس كمان استلم معليش خليف حدي. هو مش بس استلم براحته وعنده وقت وعنده مساحة. وعنده حلول ده. يلف ويتحرك. ده كمان عنده حل واثنين. ازاي هيخد الخطة اللي بعد كده. او هيسلم اليمين من الزبايله بمدار. كمانت حيثاني الباص ده ضرب اربع العيبة. احنا متكلم معنا. افشا ولا ديانج. ضرب اربع العيبة بباص واحد. ده طريقة لعب سندونس في اغلب المباريات دايما. طبعا دايما اللعب كله فيه مجاسفات كبيرة جدا. نكمل طيب الحالة اللي بعدها. في حالة تانية. اه في حالة تانية. لا طيب نروح لحالات خصحات برجاتي. اه ماشي. انا لأنا 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 على المباراة دي. احنا لم نقف كثير عند الحالات. بس انا يعني استمتال ثلاث جزئيات الانضباط التكتيكي. اللي كان على ماتش بكرة. بكرة. لا يحنا بنتكلم. احنا هنحاول احنا الانضباط او الاضوار التكتيكية اللي إحنا ده ده تشكل النادي الاهلي اللي دخل بيه على الورق. تمام؟ الحالة اللي بعدها على طول بص يا أحمد ده على الورق طب في أرض الملعب تمام طب في أرض الملعب احنا قلنا على الورق شفت 4-3-3 دي الثانية لسه 28 ده الرسم التكتيكلي النادي الأهلي 4-3-3 زي مع على الورق دي 4 ورق 3 في نص الملعب و3 اللي في الخط الأمامي هنخش على الحال اللي بعدها بص يا أحمد ده مكوينة اللي في الدائرة مع لعب النادي الأهلي ده مكوينة هتلاقي إن في كل كرة لعبة سانداونز بتعملها بتدور على مكوينة فأنت حطيت له واحد دايما قريب منه بيضغط عليه فهتبص كان الحل عند لعب سانداونز إنه هو بيعمل بيعمل الباس لورق الحل اللي بعدها نفس الكلام أهو مكوينة أول ما استلم نزل على طول في ظهره لعب النادي الأهلي محمد مجي أفشا وضغط عليه ولو الكرة معنا هتلاقي إنه برضو بيرجع للخلف وده الدور أو الإيجابيات الكبيرة جدا اللي إحنا نجحنا في مباراة الزهب إن إحنا نطبقها الضغط على سانداونز إن انت تلغي تماما لعب زي مكوينة العقل المفكر خش على الحل اللي بعدها بص يا أحمد ده ثلاثي وسط ملعب النادي الأهلي مروان وقفشا وديانج التلاتة بص دايما كنت هتلاقيهم طول المباراة يعني إحنا لولا الهدف إحنا كنا هنخرج بعد المباراة دي نشيد بثلاثي وسط الملعب ومارسل كولر وأدايا النادي الأهلي إنك نجحت تعمل نتيجة ممتازة جدا في لقاءة الزهب ثلاثي وسط الملعب دايما كان ده شكلهم أو تمركزهم إن انت واقف قافل تماما من منطقة العمق مش هتقفل منطقة العمق غير بالصدادات اللي كان عاملها مارسل كولر بالشكل دوت خش على الحالة اللي بعدها إحنا عايزين بص يا أحمد ده التمركز ده أو ده الشكل اللي كان عليه انتشار لعيبي النادي الأهلي آه بص محمد مجدي أفشا أليو ديان جبيرستا وقفين التلاتة خط واحد بصلاح محسن هو أول واحد بيقابل والتلاتة على طول وراهم هتلاقي مروان عطية هو اللي قافل عشان لو اتضربت التلاتة بتعنص الملعب يبقى هو جاهز إنه آه إنه هو جاهز يقابل وهان يضامم على جوه ونزل ريدا سليم يعني نموذج النادي الأهلي طبق حالات كتير جدا في أوقات كبيرة من المباراة نموذج للتمركز نموذجنا دفاعيا يعني أجدنا في شرط الأول بشكل كبير جدا اللي كان متاخذ على أداءنا هنقوله دلوقت يحسب عليه مارسل كولوري يحسب عليه اللعيبة ده اللي الجمهور بيقوله إنه تحولت رجوبيات ده معنا ده معنا تحولتنا بس بص بقى هنخش على الحالة رغم أنك انتا وصلت على فكرة يعني وصلت بكورتين واحدة منهم كانت تطلع التعادل في بريطوري معنا إحلانا بص بقى ده برضو بص دياء الوقت عمالي عبدي وده الانتشار محافظ مارسل كولوري على سيستم اللعب وفلسفة اللعب بتاعه بص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 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 اثمانية تسع عشر لعيبة في التلت الهجومي لسانداونز والتلت الدفاع للنادي الأهلي بص إذا مرجوز لعبت النادي الأهلي طبعا الشكل ده ما أتشوفه لا أكيد مش هتشوفه ولكن أنا عايز السادة المشاهدين يبقوا مع أنا في إيه إزاي مارسل كولوري دخل المباراة وفكر في المباراة بص إحنا لحد دلوقتي الوقت بعدي وإنت لسه واقف التمركز بتاعك لحد دلوقتي ما كانش فيه أي خطورة على مرمى النادي اللي هننخش على الحلقة اللي بعدها على طول بص بقى النادي الأهلي ده بقى إحنا نتكلم على التحولات الهجومية ده بقى اللي كان يعيب أو ينقص النادي الأهلي في المباراة إزاي تستغل الكورة إحنا هنا تكلمنا الحلقة اللي فاتت إما قلت لي مارسل كولور بيفكر إزاي في الهجمة قلت لك مارسل كولور من أهم الحاجات أو الشغل اللي بيشتغل عليه نوع بعد ما يقطع الكورة يعمل إيه وده كان اللي يعني كان ينقص النادي الأهلي في المباراة ده ريدا صليم بص يا أحمد التلاتة بص وسط ملعب تلاتة واحد فقط وإحنا شايفين الكادر ده واللقطة دي بما أنه إحنا ما نجحناش في التحولات أو فكر مارسل كولور كان مبني على أنه يأمن دفعيها ويحاول يخطف بمرتدنا يخطف يعني سرعات في ملعب زي ده في مساحات زي دي محتاج سرعات هل كان مباراة راس حربة صريح زي مودست أو صلاح محسن ولا كان أفضل أنه يعني أنا بحبش أرجع للفات بس يعني كان أفضل أنه التركيبة الهجومية تبقى معتمدة على العيبة كلها عندها السرعة والمهارة اللي تقدر تستغل المساحة وتقدر تعمل الهجم المتدد لو راس حربة أنت هتطلع عليه راس حربة محطة يقدر أنه يستلم يستلم في وسط الملعب وتقدر تطلع عليه ماشي إنما لو راس حربة بص إحنا لو كملنا في الحالات يا أحمد عشان أوريك انت الكامل دي أنت بتسأله كله موجود دقيقة بص دي حالة الضغط النادي الأهلي بيضغط من الديقة خمسة ضغط متقدم جدا على زي ما أحمد تتكلم في حالات صندون زي بص بيضغط الكرة دي اللي هتنتهي لرمية لرمية التماس آه الحالة اللي بعدها على طول بص بقى انت بص خلينا هنكمل حالات يمكن كابتن خطيبه دي واحدة طبعا حاجة احنا مستنيينها كابتن خطيب وصل تمرينة النادي الأهلي دلوقتي وانتو عارفين طبعا تواجد كابتن خطيب في المواجهات يعني في لحظات اللمسات النهائية للمواجهات دي أكيد طبعا بيفرق بشكل كتير جدا ليه رصيد كبير جدا عند جمهور ندي أهلي وبالتأكيد دي رصيد كبير جدا عند اللعيبة وليه طبعا من التأثير ومن الخبرات اللي ممكن يضيفه بتواجده في تمرينة الأهلي النهاردة أنا مرة أحمد بمناسبة دخول كابتن الخطيب أو حضوره للتمرين مرة لعيب كرة يعني لعيب في النادي الأهلي قال لي كلمة عمري منساه قال لي أنت متخيل أنا بلعب في الملعب وكابتن الخطيب اللي هو بقى في أزهان اللي هو أسطورة الكرة المصرspeيلي بيتفرج علي في أنا يعني أنا لازم أعمل أحسن والله العظيم أنا قسم على الهواء لعيب في النادي الأهلي ولعيب مهم جدا قال لي كده لقل أنت كابتن الخطيب بيتفرج علي فدي حاجة حافظ كبير جدا وبالمناسبة دي بنقول طبعا كابتن الخطيب كل سنة هو بحضرة كتير طبعا بمناسبة هو كابتن الخطيب اللي بتفرج علي أنا ممكن لعبات شباب عادي جدا نتمنى إن شاء الله أن العيدات تستفاد من الحافظ الكبير خلينا نروح لفصل السريع ونرجع بعد الفصل نكمل كلامنا عن مواجهة الأهلي وسعى ندعونا لسه التمرينة شغالة بعد التمرينة طبعا الفريق هيكون في معسكر مغلق لغاية مبارات بكرة وزي ما أنتم شفتوا يمكن قبل دقائق وصول كابتن الخطيب لمتابعة التمرين والكلام مع اللاعبين كنت بتكلم مع بلال في الطريقة الأنسب بلال وحمد قبل الفصل في الطريقة الأنسب لكلر بكرة والاعتماد عشان تقدر تمس الخطورة خدوا بالكو إحنا عندنا تحديين كبار جدا أو يعني خطين رئيسيين في مبارات بكرة مع الهم شتين الخط الأول إزاي تمنع سانداونز وهو فريق خطير جدا من إنه يسجل وخصوصا لو أنت بنيت طريقة لعبك أو خطتك على أنك أنت تاخد المبادرة الهجومية وتلعب جيم هجومي وتحط سانداونز في نص ملعبه في الحالة دي حيبقى عندك مجهود مضاعف إزاي تأمن المساحات وإزاي تأمن خط دفاعك إنه لا قدر الله لو سانداونز سجل هدف بكرة هتكون محتاج تسجل ثلاث أهداف وبالتالي المهمة هتكون عليك أصعب بشكل كبير في نفس الوقت بتهيئلي مهم جدا أنك تفكر في المبادرة هدف مبكر يفرق كتير جدا 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 معك معنويا ويأثر ويصدر الضغط كله لفرقة سانداونز السيناريو الأفضل لبداية المباراة يا بلال يعني خلينا نقول لك أن أنت داخل المباراة بتبحث عن هدف أول وهو الرجوع في النتيجة أنت داخل المباراة بكرة الشوت الثاني زي طبعا ما تكلم للشناوي في المؤتمر الصحفي وقال إن الشوت الأول خلص في بريوتوريا والشوت الثاني غدا في القاهرة فالشوت الأول انتهى بتقدم سانداونز واحد مقابل لشيء فأنت بكرة بتبحث عن العودة الأول في النتيجة إزاي ترجع إيك والتعادل الموضوع مرة تانية وتبقى على أرض الملعب حظوظك تساوت مع حظوظ سانداونز ثم بعد كده تبدأ تفكر في هدف الصعود فالمباراة بكرة لازم مارسل كولر يجزقها على أجزاء الجزء الأول إزاي زي ما أنت أتكلمت أنا أحمي مرماية من تلقي هدف بنسبة كبيرة هو أصعب الموضوع قال حاجة في المؤتمر كده إنه إحنا شعار الأهلي النسر والنسر بيتحلى بالصدر وبيعرف إمتى والزكاء ويعرف إمتى ينقض على فريس هل بكرة الصبر ممكن يكون مفتاح الفرج فكرة إنك إنت تصبر وتختار اللحظة المناسبة ولا أترك الحديد وهو ساخن وتحاول تبتدي من صفارة الحكم في أنك إنت تحط أو توصل سانداونز لفكرة أنا جاي أضغط بكل قوتي عليك وحطك في منطقتك وقدر أكسبك بواحد واثنين وثلاثة للأسف السيناريو ده ينفع مع أي فريق إلا سانداونز يعني سانداونز عندهم برود أعصاب كبير جدا عندهم ثقة عالية قوي كل أفراد الفريق عندهم ثقة كبيرة حتى مفالا اللي هيرجع بكرة وأتمنى أن نستغل النقطة دي مفالا أكتر لاعب في التلت الدفاع عند سانداونز بيعمل أخطاء بطيء جدا الميس باس عنده أكتر لاعب بيعمل ميس باس في التلت الهجومي أتمنى أن نحن بكرة زي ما قلت لك يا أحمد أن سانداونز حتى مفالا اللي هو إمكانياته مش كبيرة قوي عنده ثقة عالية في نفسه فسانداونز أنت ما تقدرش تعمل الرزق معاه من البداية أن أنت تنزل تبادل لأنه ممكن بكرة واحدة في الأول أول ربع ساعة أن أنا أقدر أقف كويس أنظم صفوفي أقدر أخطف وأقدر أتعامل ودي بكرة يا أحمد دي نقطة النجاح وسر التفوق والصعود إن شاء الله بكرة إزاي أتعامل مع الكرة بعد ما تبقى في حياستي أنا هقف كويس وهضغط كويس وهقطع الكرة القرار اللي هاخده بعد قطع الكرة هو اللي هيفرق معايا بكرة لو تصرفت صح قرار اللي غف بريتوريا اللي غف بريتوريا أو اللي أثر الأداء عليه والشكل التكتيك في هناك أو تعليمات المدرب بنسبة كبيرة إن ما فيش ما يبقاش فيه تقدم كبير للعناصر وده يمكن لاحظناه في تغيير الطاهر محمد طاهر ليه طاهر مش حسين الشحات مثلا لأنه كان يعني واضح جدا إن مارسل كولر عايز يوازن شوية أو يعني ما يخرجش بنتيجة اللقاء بأكتر من هدف علشان تبقى المهمة في القاهرة أسهل نسبيا فده ظهر حتى في التغييرات وظهر فيه سير اللقاء إن أنت حتى لحد ديها 80 أو 90 كنت برضو محافظ على الشكل التكتيك اللي بدأت به فبكرة اللي هيفرق معانا جدا التركيز بكرة وهفضل عن وكرر كلامي فيه كل مباراة حليلة لسانداونز لقاء التفاصيل الصغيرة مباريات تلعب ولا تكسب طيب خليني أتكلم على الحداشر إحنا تكلمنا على إنه إحنا دفاعيا محتاجين نمنع سانداونز وهجوميا محتاجين هدف واثنين ويا سلام لو تلاتة عشان نبقى متطمنين لأي حاجة ممكن تبقى مفاجئة لا أنا قلت حاجة غلط أنا قلت تلعب ولا تكسب ولا تلعب أنا قلت أنا قلت تلعب بكرة مش بتاعت تلعب خالص تكسب تكسب وتلعب بإذن إن شاء الله ترعن في الحداشر على إيه يعني الجمهور لو سألت الجمهور دي لقالي يقول لك أنا عايز الراهن على عناصر السرعة والمهار مع فريق زي ده أختار العناصر اللي ممكن كلها تبقى مفاتيح أو كلها تبقى مصدر خطور وفي ناس تانية عقلة شوية ممكن تقول لك ايه أو ما تاخدهاش الحماسة يعني وقال لأ أنا اختار أكتر حداشر قادرين يقدوا الواجبات الهجومية والواجبات الدفاعية بنفس الكفاءة ترهن على أنهي تركيب عيني على الأسماء أكلمش في أسماء وكام على التركيبة العناصر هتختارها ازاي لعيبة قادر هتأدي كل الأدوار اللي مطلوبة منها ولا تختار أجمد حداشر عندك أو أفضل حداشر عندك قادرين كلهم يكونوا مصدر خطورة على فرقة سانداوز لأ لعيبة طبعا تأدي كل الأدوار اللي أنا مطلوبة سواء دفاعيا أو هجوميا وكمان الإصرار فرقة سانداوز يعني اختلف مع بلالف إنه قال لك نبدأ المباراة بالصبر الصبر طبعا في مصلحة سانداوز إنه سانداوز هيكتسب سكر لو أنت صبرته عليهم كفرقة عندها شخصية وفرقة قوية زي سانداوز ما ينفعش تأديهم مساحة أن أنت تأديهم الإحساس أو يصلهم الإحساس إنه أنت ما عندكش إصرار كبير جدا في المكسب الإصرار ده هيبان في الملعب هيبان بالضغط عليهم هنحط إكس على الكلام اللي قاله بلال طبعا طبعا لا لا طبعا بس أنا أتكلم إن جس النبض بعد فوضة سانداوز هو اللي جاي جس النبض مش أنت اللي محتاجت جس النبض أنت جاي عارف الهدف لا برضو فيه سهلة إنك إنت وإنت بتبدأ إنت عايز توصلهم إيه بالضبط إحنا قادرين وعلى ملعبنا إحنا إحنا أجمد فرق في أفريقيا ولا إحنا عارفين إنكم فرقة تقيلة فألعبكم بالراحة إحنا النادي الأهلي نحل معنوية مواجهة المعنوية نفسيا صح طبعا دي مهمة جدا وخاصة أن هم بيعني 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 بيعابوا بالتصريحات مكوينا النهاردة في التصريحات بتاعته كلها بيتكلموا بسكة وبغرور وكلامنا كله وفي نفس وقت برضو بيدي النادي الأهلي يقولك ناد أهلي بطل أفريقيا فهو برضو بيعاب بالتصريحات لكن الملعب هو الفايسل أنت عشان تأكد لهم إن أنت فريق بطل أفريقيا لازم بتضغط عليهم وبيتديهم الإحساس إن أنت لأ إن أنا جاي أكسب وده الطبيعي إن أنا أكسب والإصرار يبان والروح طبعا مهمة جدا عند اللعيبة خاصة معك طبعا الجماهير فوجود الجماهير يبقى ضغط برضو على لعبة سندوز وهيبقى طبعا مفعول كبير جدا والسحر للاعبة الأهلي لإنه يديهم طبعا روح كبيرة جدا الجزء الأول التأمين الدفاعي تركبة الأهلي الدفاعية يبدو إن فيها مشكلة والدليل إن أنا لما أكون بلعب ثلاث مطشوات في البطولة دي واستقبل فيهم أربع أهداف ويكون الشناوي الحقيقة في الأربع أو في ثلاث مطشوات دول متقلق بشكل كبير ومنع إحراز أهداف كتيرة فرص محققة للمنافسين سواء سيم بزهابا وعيابا أو ساندونز معناه إن أنا عندي خلل في الحتة اللي ورا دي والخلل ده أنا محتاج أمنعه تماما في مطش بكر أمنعه إزاي أمنعه إزاي إحنا قلنا إن المباريات دي زي ما قلت لك يا أحمد تفاصيل صغيرة أخطاء صغيرة يعني إحنا شفنا الهدف اللي تلقم يعني دخل في مرمى نادي الأهلي في مباريات بريتوريا هدف من محاولة أن أنت تعمل هجمة منظمة ضغط لعبة ساندونز واستخلاصة الكرة وصوبة تصويبها وإحنا تكلمنا هنا في الحلقة اللي فاتت أنهم بيصوبوا من أي مكان في الملعب وكلهم بيصوبوا يعني ماسيكو اللعب اللي أحرز الهدف اللعب عنده 19 سنة لسه متصعد بالمناسبة وداخل على منظومة أو لعب ساندونز من فترات قريبة ولكن هو داخل على طريقة اللعب حافظها حافظ تفاصيل الفريق وأخذ القرار والتصويب عنده ما بيتأخروش فيه شفنا كمان تصويبها مديبة في اللقاء ده تقريبا في حدود ديئة 60 فإحنا بكرة مطالبين إن إحنا رغم إن إحنا محتاجين نطلع بالكرة رغم إن إحنا لازم يكون عندنا ريسك كبير جدا في عملية الباص إن إحنا ما نعملش الباصات الروتينية إن أنت بتباصي اللي في وشك إن أنت بتستلم بضهرك فطبيعي تحط اللي في وشك اللي في وشك يرجع لورا كل ده إحنا حاولنا نجربه هناك ما نفعش فإنت بكرة علشان إنت متأخر في النتيجة هتحتاج تاخد ريسك مع الريسك دوت لازم يكون فيه انضباط تكتيكي من العناصر اللي بتقرب من اللعبة يبقى فيه ترابط كبير جدا يبقى فيه غلق لزوايا التمرير حتى علشان لو الباص دوت أو الريسك باص اللي أنت عملته اتقطع يبقى اللي جنبك بيغطي عليك أو بيصلح خطأك مش زي ما شفنا في المباراة الأولى إن اللعب لما الميس باص اتعمل اللاعب استلم بأرياحية كاملة وصوب براحته خالص وما فيش حد كان قرب أو حاول يتدارك الخطأ فبكرة لازم جدا نتوقع إن يحصل ميس باص في محاولتك لاختراق منظومة لعب سانداونز إنت سانداونز بيضغط عليك دايما في تلت ملعبك بيضغط عليك وإنت بتستلم الكرة دايما هتلاقيهم بيروحوا على محمد عبد المنعم جامد جدا اتنين وقفين على إنهم عارفين إن النادي الأهل بيطلع على محمد عبد المنعم هتلاقيهم قفلين ناحية رضا وعلي معلول وفتحين شوية ناحية محمد هاني وبرسي علشان كده كانت الاختراقات حتى أو الكام كرة اللي عملوها بصرف النظر عن الهدف وأنا مصمم عند رأيي إن سانداونز أقل لمباراة شكل فيها خطورة على مرمى النادي الأهلي هي المباراة الماضية يعني يمكن عملوا عرضيتين من الجهة اليومنا للنادي الأهلي ما عرفش احنا ممكن حتى أنا جايب واحدة وصلوا 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 لكن اللامسة الشناوي بتعلق في واحدة وبالضبط وهو يعني وهم مش فاكر مين اللعب بس استلامه للكرة في ظهر ربيعة هي حتى كانت الكرة الكرة كانت حتى ما كانتش هجمة منظمة احنا كانت عرضية اصطدمت بقدم أكرم توفيقه ورحت لللعب والحمد لله أنه كان عند رعونة وتقلق كبير في حامد شناوي أنه خرج قفل عليه المرمى فأنا زي ما بقولك يا حبيد أنت بكرة إزاي تمنع خطورتهم لازم تبقى في تركيز كبير جدا من اللعيبة أن اللعيبة كلها تغطي على بعض أنا ممكن أعمل ميز باس بس اللي جنبي يخدمني أنه يغطي علي وأنا في كرة تانية أعمل عملية الترحيل الحاجات الأدوار اللي إحنا بنتكلم فيها دي بقى حاجات بين اللعيبة وبين بعضها ممكن يكون المدرب متكلم ومحفظ ولكن اللعيبة على أرض الملعب لازم يبقى منظومة اللعب كمان تصريحات مرسل كول في المؤتمر الصحفي إن يكون فيه إن شاء الله أمل كبير في عودة إمام عشور للتشكيل دي هتفرق بصورة كبيرة جدا إحنا شوفنا أمام في مباريات كتير شوفنا اللعبة اللي أنا كنت تقول عليها اللي هي الكروس تلعب كده بزاوية خمسة أربعين يمكن عدت ربيعة ومغطاش هاني فاستلم بمنتقى الأريحية على صدره بس الاستلامة في المباراة دي في اتنين استلموا على صدرهم والاستلام رغم أنهما استلموا بصورة كويسة كان التصرف سيء في الفينيش فأنا بقول لك يا عمد رامي إمام عشور مباراة الإسماعيلي قبل ما يتصاب على طول شوفنا الكعب اللي عمله مباراة سان جورج مباراة المصري إمام لعيب هيفرق جدا 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 ويخدم النادي الأهلي جدا في عملية التحول الهجومي إمام أنت تقدر تديله الكورة بكل ثقة وعارف أن الكورة مش هتتقطع منه وعارف أن إمام هيعرف ممكن يستلم بظهره ويعرف يلف إمام عند رؤية وإحنا تكلمنا عنه في حلقات كتيرة هنا قبل كده وحللنا المطشط اللي تلعبت الموسم ده وشوفنا إمام كان ببص واحد من منطقة بصها بلال في الحتة دي يعني بشوف أنه الأهلي رغم أنه عنده عراس الكتير فكرة أنه اللاعب اللي يستلم الكورة ويحطها تحت رجله وباش عايز يتخلص منها ويقدر يزبر لغاية لما زميله يتحركوا ويطلعوا عندنا لعبة يعني عندنا إمام زي ما أنت بتقول عندنا حسين الشحات عندنا أحمد عبدالقادر عندنا ريدا سليم عندنا محمد مجدي أفشا عندنا برسي تاو محمد عبد المنعم كمان من الخلف بيعمل آه بس يعني يقول مكانه كده كده مش مطلوب فيه لا يستلم ولا يزبر ولا يستنى أنا أشوف أنه بكرة مش محتاجين فلسفة مش بجال الأخطاء مش محتاجين فلسفة خاصة وبمناسبة يعني أنا عايزة أوجد لسألة المرأة العطية أنت لعيب في النادي الأهلي لعيب كبير والكوالتي بتاعتك مش رحتاج تثبتها لحد الكوالتي بتاعتك أثبتها لمصر كلها وبقيت لعيب كمان في المتخب مصر ولعيبت الأهلي دايما بتتهاج لعيب الأهلي عليه سبوت كبير جدا الجمهيل دايما مستنية منه أحسن حاجة ممكنة السنة اللي فاتت وإحنا فنشين بخمس بطولات منهم بطولة أفريقيا كل لعيبة الأهلي بما فيهم كبتن الأهلي الكبار وبما فيهم نجوم قاعدين وحطين رجلة على رجلة في قلوب الأهلوية زي علي معلول وزي محمد الشناوي وزي محمد هاني تعرضوا للانتقادات كبيرة جدا وهجوم كبير جدا ورغم كده هو دي مدرس الأهلي وشخصية لعيب الأهلي هتحط الكلام ده تحت رجليك وتنسى خالص المطش اللي بعد وترد على الناس كلها في الملعب بأداءك وبأمكانياتك وبمهاراتك واللي ما عنديش شك فيه انك انت العيب كبير جدا وهتكون بإذن الله روان عليك واحد من النجوم مباراة بكرة لا يعني مروان مش محتاجت يعني احنا بنتكلم وبنسنده ولكن مروان العيب كبير مروان حجز لنفسه مكان أساسي في تشكيلة النادي الأهلي في وسط كوكبة من النجوم قدر ينتزع مكان أساسي في تشكيلة منتخب مصر لعيب كبير صنع الفارق مع النادي الأهلي مع انضمامه من التحدي السجندري الموسم الماضي ولكن للأسف احنا عندنا التقييم بيبقى بالقطعة مروان لو اتكلمنا عن إحصائياته ومعدل افتكاكه للكرة في المباراة الماضية ازاي قدر يقفل ويدغط في كل مناطق وسط الملعب المباراة الماضية لا احنا هنجد نفسنا أمام لعب كبير ولعب كبير جدا ولكن زي ما بقولك يا أحمد البعض بيتصيد الأخطاء احنا بيلنجهام بيلنجهام اللي هو دلوقتي ايه كيف سيلة طوو جنبارح أنا هاخد بيلنجهام طوو جنبارح بجائزة الجولدن بوي أفضل لعب شاب في العالم 20 سنة 20 سنة ونجمه متوحك في ريال مدريد بالزبط ورخمي كده في مباراة ريال مدريد والبارسا آه عمل باس الهدف الأول لبرشلونة لجوندو جان يعني عمل ميس باس فالميس باس في منطقة عمق الملعب دايما بتبقى حاجات وردة فأنا يعني نصيحة المروان اقفل ودانك تماما جمهور الأهلي كله ثقة فيك مدربك عنده ثقة كبيرة فيك وانت قد الثقة دي وأثبتت ان انت قد الثقة دي وان شاء الله لو ليك نصيب وتشارك بكرة هتثبت ان انت دايما في المواعيد الكبيرة بتبقى عند حسن الظن طبعا يا بطل أفريقيا أول موسم ليه بطل أفريقيا طبعا تنجم كبير وان شاء الله بإذن الله يتقلق ويكون احد نجوم مباراة نحب القياس ويمكن هو اللي فكرني بلال وإحنا بنتكلم على الأهلي عشان تعرف مين هو الأهلي صحيح سانداونس فرقة ليها احترامها وليها إمكانياتها وليها قدرتها وبالتأكيد أنا بقول الكلام ده من 3 سيزن مش بقول ده النهاردة انه أفضل فرقة بتلعب كرة في أفريقيا والمنافس الرئيسي للأهلي في كل المواسم حتى لو ما تقابلناش معه ولا مرة في النهائي ممكن ما عندوش شخصية البطل ممكن عندو ثقة زايدة بتتحول في أوقات كتير جدا للغروب لكن الحقيقة انه احنا مشوفناش سانداونس في النهائي لكن الفريق اللي لعب ريال مدريد خارج أرضه بنجومه وبأساطيره وبإمكانياته الجبارة وقدم واحد من أفضل عروضه يقدر جدا على أرضه ووسط جمهوره مع كل الاحترام لكل الفرقة في أفريقيا وداد وترجي وسانداونس وانيينبا ومزينبا كل دول ليهم كل احترام لكن الأهلي على ملعبه بمنتهى سولة يقدر لو خاضر ومركز ومستعد كويس بمنتهى سولة يكسب أي فرقة في أفريقيا ده شيء مفهوش شك وتقريبا شبه يقين بالنسبة لي هجوميا صداع يمكن التركيبة بتاعت طبعا مرام مع أسورة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب هنا واعتقد كلمة كابتن خطيب مع اللعيبة النهاردة هتشحن بطاريات كانت غايبة في الثلاث ماشرات اللي فاتت ما أتمنى تكون مؤسسة تركيبة الهجومية لأهلي يا مصطفى في المبارادي صداع صداع أنا شخصيا عندي ثلاث سيناريهات محتار بينهم تراهن على إيه وإزاي ومين هل وطبعا كل مرتبط بطريقة كولرف هيلعب ضغط عالي وهيدغط على سانداونس أو الموتش في تركيبة هيسيب الكرة زي ما قال بلال لسانداونس ويرجع وراء ويحاول يلعب على التحولات والمرتدة برضو في تركيبة تركيبة الأنسب أو الأفضل في التعامل مع دفاعات سانداونس ونقاط ضعفه التركيبة الأنسب بالنسبة لي أن بيرستاو يبدأ مهاجم بيرستاو يبدأ مهاجم لأن بيرستاو يعني في المباراة كلها اللي شفت بيرستاو فيها مع بناد الأهلي وصلاة سانداونس بيعملوا له ألف حساب دايما كل كرة يعني كان فيه بعض الحالات كنت عايزة أجبها لك فالذات بيرستاو دايما عنيت من تنتهي تلعيبه ده فيه كرة راح بيها كان عليه ستة لعيبة بالزبط فهو دايما فيه ستة لعيبة ضغدوا بالنسبة لهم بيرستاو حاجة جيدة جدا واخد بالك برضو المطش الأخراني بتاعنا في بريتوريا السنة فاتت دور مجموعات هو كان مطالب جدا وكان يلعبهم يعني تقريبا كان بيرستاو هو اللي مدى اللح ومباراة العودة جاب هنا فيه ضربة جزاء اللي بتاعت محمد هاني اللي ضعت فبيرستاو موجوده مهم جدا في مركز المهاجم لانه هيدم ساحة نحساج شحتي ما متواجد ناحية شمال ورودا سليم يلعب ناحية الليمين ده بالنسبة لي مهم جدا لان انت كده هتقدر تضغط وستغيل المساحات وفي نفس الوقت بيرستاو مش حايف مباراة رأس حربة صريح مش حايف ان دي البداية دي من البداية هتبقى انت ضغط ضغط عالي وفي نفس الوقت يعني عندك كل السلاسي بيضغط يعني السلاسي بيضغط الضغط اللي انت محتاجه فظل البداية اللي انت محتاج تحرص فيه هدف اتمنى واتوقع ان بيرستاو ممكن يبدأ مهاجم وهو يعني ممكن عمل كده تقريبا في مباراة التلاك المسلم اللي فات في دورة ابطال افريق فطبعا نص الملعب برضو بالنسبة له حيرة لان عودة امام عشور يعني هتبقى برضو بالنسبة له حيرة طبعا وجود امام مهم جدا فظل التقلق افشا وكمان ماروان وديانج فهنا في حيرة برضو بالنسبة له هتبقى مشكلة طيب خلينا نروح لكريم احمد وارجع اسمع رأي بلال في الجزئة دي يا كريم سأل خير مسأل خير عليك زمان العزيز احمد سمير حيليك والكل ديوفك الكرام والكل جمهور النادي الاهلي عايز اتكلم معاك على تمرينة النهاردة ونتطمن على اخبار الفريق والسعداد وبرنامج اليوم جاهزية سكواد النادي الاهلي واللعبين اللي ممكن يكون عندهم فرصة مشاركة بكرة وبالتأكيد طبعا زيارة كابتن خطيب للعيبة النهاردة في المالة يعني هبدأ معاك في البداية ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي البداية كالعادة مع الكابتن محمود الخطيب بقراءة الفتحة مع لعيب النادي الاهلي مباراة غاية في الامية وغاية في الصعوبة زي ما قلنا 180 ديام مهمة جدا شوط الاول خلاص انتهى لابد ان احنا يكون فيه تركيز كبير ويمكن زي ما انت عارف زميلي احمد بالقلب وبالشخصية المباراة تتحسم مهما كانت الفنيات ومهما كانت الامور وبجمهور النادي الاهلي العظيم اللي يكون حاضر بمشيئة الله خمسين الف الحقيقة شيء راعة ومميز جدا من حياة عليه طبعا وزارة الدخلية النهية تفهمت بشكل كبير جدا ان هذه المباراة مباراة مهمة لفريق النادي الاهلي ومباراة بطولة فان شاء الله باذن الله يكون ميستر كولر ادر في الوقت القليل ده هي فيها صعوبة كبيرة جدا ان ان انت تطبق عملي او تصحح اخطاء بشكل كبير لكن ان شاء الله باذن الله استقاطنا كبيرة جدا فيه ان هو يتكلم مع العيبة نظري وبعض الامور ان شاء الله يتم تطبيق النهاردة بعد انتهاء الخمسشار ديالأولى يعني خلاص يمكن الربع ساعة المعتادة طبعا في التدريب الاخير انتهت تدريب دلوقتي مغلق لفريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون الجهازية التامة لكل اللاعبين سريعا ان شاء الله باذن الله امام عشور بكامل جهازيته ان شاء الله يكون فيه قائمة فريق النادي الاهلي تواجده في التشكيل الاساسي من عدم وهي رؤية طبعا لمستر كولر يمكن شوفنا عمر السولية بيواصل التأهيل الكل جهاز يعني مش هنتكلم طبعا حل الكل جهاز وتحديدا امام عشور جهاز شكل كبير كهرباء ايضا كمان اتطمنا عليه من طبيب النادي الاهلي جهزيته ان شاء الله في مباراة الغد زي ما بقولك هي رؤية فنية لكن من حالة اللاعبة واضح التركيز الكبير جدا لفريق النادي الاهلي مستر كولر اجتمع بيهم قبل المران خمستاشر دقيقة وعشرين دقيقة تكلم على اهمية هذه المباراة تكلم على ان احنا ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نتخطى هذه المباراة بالجدية وبالاداء وبالحماس وبروح الفنية للحمراء كل الامور دي الحقيقة واسطة لعيبة النادي الاهلي بشكل كبير يا رب بس النهاردة تدريب يكون يعني لعيب الحافظ على نفسها بشكل كبير لان فيه حماس واضح ان فيه حماس لكل لعيبة النادي الاهلي كل عايز يكون لي دور في مباراة الغد بنتمنى إن شاء الله بإذن الله التشكيل يكون مثالي التشكيل يكون اللي موجود في الحداشر يكون جاهز بكل قوة لهذه المباراة لأن الخصمة أكيد شفنا التصريحات وشفنا كل الأمور دي يا رب لعيبة نادي الأهلي يكون عندها الدفع الكبير إن شاء الله بإذن الله يكون فرحة بكرة واحد صفر مش نتيجة بعيدة نقدر نحط جون واثنين وثلاثة إن شاء الله لكن محتاجة قلب كبير جدا من لعيب النادي الأهلي وضع اللي براهن على الروح اللي دايما كانت سر في انتصارات النادي الأهلي صحيح امتحان صعب لكن إحنا قدها إن شاء الله بإذن الله والأهلي يفرح كماهيره بكرة بشكرك كريم شكرا جزيلا سريعا جدا يا بلال يعني هسكيب الحتة اللي فاتت وعايز أسألك بكرة مطش مين أكرم ولا هيني أكرم المعلول ولا الدباس منع مياسر ولا منع مربيع منع مياسر منع مياسر في نص الملعب كوكا ولا مروان مروان ديانج وإمام ولا أفشا وديانج إمام وكوكا ورق ربحة عبدكا أحمد عبدالقادر مش أنتوني مودست بكرة أحمد عبدالقادر ورق ربحة مهمة جدا تراهن على مشاركة تاو وريضا سليم ولا الشحات وريضا سليم كأجنحة أنا عندي بقى تصور تاني خالص أنا عايزة يعني أبقي بيرستاو على دكة البودلاء وعايزة ألعب بريضا سليم جناح يمين وحسن الشحات جناح شمال وكهربا لأن بيرستاو استنزف في الثلاث مبارات الأخيرة لها تسعين دقيقة فبيرستاو لو شارك بكرة من الديئة ستين وإحنا عارفين أن أفضل مركز لريضا سليم بيقدي فيه هو مركز الجناح الأيمان فأنا عندي تصور مع رقش في دا إن رضا سليم يبدأ جناح يمين أستفاد إن رضا لسه عنده المخزون البدني وشحات شمال والشحات شمال وكهربا يمين ويبقى عندي ورقة مهمة جدا 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 تقدر تقلب لي سيناريو اللقاء إن هي بيرستاو مع أحمد عبدالقادر يعني برضو هيبقى وجوده مهمة على دكة البدني أتمنى عبدالقادر أنا بشوف عبدالقادر مع حلق دي حلق مهم جدا براهن قبل كل دا حقيقة جمهور بكرة جمهور اللي هيكون حاضر في الملعب بيمثل ملايين من جماهير نادي الأهلي إنه طبعا أنا مش هقول الجمهور يعمل إيه جمهور نادي الأهلي جمهور عظيم وعارف في المناسبات اللي زي دي وفي الظروف اللي زي دي بيعملي لكن ما عنديش شك إنه إن شاء الله بإذنك واحد من أكتر وأهم الأسباب اللي هتساعد الأهلي بكرة على تجاوز عقبة أو معركة سان داونز هيكون جماهير نادي الأهلي الحضرة في السادة جمهور العظيم اللي كان سبب في أوقات كتير جدا وفي ظروف أصعب من دي مئة مرة في إنه الأهلي يقدر يعدي الصعب ويفوز ويتوج بالألقاب والبطولات بشكرك يا بلال شكرا جزيلا بشكرك يا مصطفى نورتوا الدنيا وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله اللقاء اللي جاي إنكم بتقابل تكونوا جايبين لنا حالات إن شاء الله عن مين؟ الوداد ولا الترجي؟ يعني إحساس الترجي الوداد الوداد بشكركم على وجودكم معنا بشكركم على متابعة كل التوفيق إن شاء الله لأهلي بكرة في مواجهة سان داونز تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر